بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا مدرسوك في بيتك أعزائي طلبة قبل الفاصل بدأنا بالموضوع الذي كان عنوانه تعدد الزوجات وأنهينا من موضوع تعدد الزوجات واخترنا لكم موضوعا آخر أرجو أن تلاحظوه على السبورة أعزائي طلبة وهو الحديث النبوي الشريف الذي سأل عنه كثير من الطلاب عن هذا الحديث وهو مطلوب للحفظ هذا الحديث للحفظ الناجون يوم القيامة هذا الحديث مطلوب للحفظ لاحظوا الملاحظة للشرح والحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابى في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم مرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه هذا الحديث أعزاء الطلبة هو للحفظ نأخذ معاني الكلمات هذا اخترته لكم لأنه أيضا من المواضيع المهمة ربما يأتي لكم في الامتحان غدا إن شاء الله يظلهم بمعنى يحميهم من أهوال يوم القيامة ظل الله حماية الله ورحمته نشأ في عبادة الله داوم واستمر على العبادة رجل قلبه معلق بالمساجد يعني محب لبيوت الله لتأدية الصلاة تحابى في الله أحبه كل منهم الآخر لصلاحه دون مصلحة فاضت عينه بكى من خشة الله وشوقا إلى رحمته هنا شرح بسيط يمكن يمن الله تعالى على سبعة من عباده المؤمنين بالأمن والطمئنين يوم القيامة فيذهب عنهم الخوف والرعب من أهوالها وفزعها فكانوا يخشون الله ويطيعونه ولم تغريهم عن مغريات الحياة الدنيا الفانية وسعوا إلى رضا الله تعالى فعملوا في حياتهم الدنيا كل الخير والإحسان فأظلهم الله تعالى في ظله ورحمته فلم ترهبهم أهوال يوم القيامة التي لا يتحملها غيرهم البعيدين عن طاعة الله تعالى أعزاء الطلبة هذا الحديث الذي خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة من الأشخاص يضلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله أهوال يوم القيامة تكون شديدة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خص سبعة من هؤلاء الأشخاص في حماية الله في ظل الله يعني في حماية الله يحميهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويذهب عنهم الخوف والرعب من أهوال يوم القيامة وإنما يجعلهم مطمئنين فريحين بهذا اليوم لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب يوم الجنة والثواب بالنسبة إلى هؤلاء السبعة نستعرض هؤلاء السبعة عزاء الطلبة حسب الحديث بالتسلسل أولا الحاكم العادل الإمام العادل وهو الحاكم العادل الذي يتولى أمور المسلمين فلا يظلم أحدا من شروطه من الناس ولا تغريه السلطة والقوة لظلم الناس أو يستبت في حكمه ولم يفرق بين رعيته في المعاملة بسبب القرابة أو المعرفة فإن عدل الحاكم يؤثر في القضاء على الظلم فيتسود الطمئنين في المجتمع فإذا عدل الحاكم عن الحكم يؤثر أعزاء الطلبة هذه النقطة الأولى التي خصها رسوله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل يقصد به الحاكم العادل الحاكم الذي يتولى رعاية أمور شعبه أو رعايته أو أناسهم في رعايته كان يكون رئيس الدولة كان يكون رئيس مؤسسة كان يكون وزير كان يكون رب البيت كل إنسان يتولى أشخاص تحت رعايته يسمى هذا الشخص هو الإمام أو الحاكم فإذا هنا الإمام المقصود هو الذي يحكم المسلمين على هذا الحاكم أن يساوي بين المسلمين لا يفرق بين أحد منهم والآخر على أساس الدين أو على أساس المذهب أو اللون أو اللغة أو الجنس كلهم متساوون أمام القضاء أمام قضاء الله سبحانه وتعالى فلا يجز لهذا الحاكم أن ينحاز إلى فئة دون فئة أخرى هذا الشخص يضله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بحمايته فيحميه من أهوال يوم القيامة ويدخله جنات النعيم هذا الشخص الأول الشخص الثاني عزاء الطلبة الشاب الذي نشأ في عبادة الله وهو الشاب المطيع لله والذي يكف نفسه عن الهوى والمعاصي طمعا في رضا الله تعالى فهذا الشاب يفني شبابه في طاعة الله وعبادته تارك المغريات الدنيا من المال والجاه ومعصية الله وغيرها إذن الشخص الآخر عزاء الطلبة هو الذي ينكب على عبادة الله ولا تغريه مغريات حياة الدنيا ولا ينظر إلى من هو أعلى منه ولا ينظر إلى ما تغريه من شهوات الدنيا وإنما ينصب همه في رضا الله يعمل عملا يرضي الله هدفه رضا الله سبحانه وتعالى لا رضا الدنيا وإنما في خاطره أنه يعمل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى وكسبه في الآخرة يعمل لدنياه من أجل أن يحصل نتيجة عمله في الآخرة هذا الشاب أعزاء الطلبة المنكب أو المصف في عبادة الله يحميه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من أهوالها هذا الشخص الثاني الشخص الثالث المؤمن المعلق قلبه بالمساجد يعني هو الرجل الذي تعلق قلبه بحب بيت الله فيشعر بمنتهى السعادة والأن والراحة فيها فيستمر في أداء الصلاة فهو طاهر القلب عامر النفس بالإيمان ويعمل على نشر قيم الإسلام في التسامح والتناصح والمحبة والسلام بين الناس إذن الشخص الثالث هو الذي تعلق قلبه في المساجد يؤدي أكثر ما يستطيع أوقات الصلاة في المسجد لأن الصلاة في الجماعة أجرها أكثر من الصلاة في البيت فيحاول أن يصلي في المسجد لتزداد الألف والمحبة بينه وبين المصلين والصلاة في المسجد أقرب تكون إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الشخص قلبه معلق يعني فكره وهمه ينتظر الصلاة ليذهب إلى الجامع ليؤدي فريضة الصلاة وهذا الشخص من هؤلاء السبعة الذين يكرمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعدم الخوف وبالطمأنين والراحة من أهوال يوم القيامة نعود إلى السبور عزاء الطلبة نأخذ الشخص الرابع وهما الرجلان المتحابان في الله وهما الصديقان أحب كل منهم الآخر على أساس التقوى لله لا على أساس المنافع والأطماع الشخصية وهذا النوع من الصحبة يسمى الأخوة في الله وهي مصدر الخير والتعاون والسعادة للمجتمع فلا يفرق بينهما إلا الموت الرجلان المتحابان في الله أعزاء الطلبة الإنسان بعض الناس البعض منهم يعني يصادق أو يعاش شخصا آخر لمنفعة دنيوية كأن يكون غني حتى يحصل على مال منه أو كأن يكون هذا الشخص ذو سطوة ذو مركز اجتماعي حتى يستفيد من عنده من حاجات الدنيا فهذا الشخص لا يعد من هؤلاء السبعة ولكن الشخص الذي يعاش صديقا آخر أو يصادق شخص آخر لصلاحه لعفته لكرامته لدينه لنزاهته لصدقه هذا يكون حبه يكون هذان الشخصان متحابين في الله فهذان الشخصان يكونان يوم القيامة عند رضا الله سبحانه وتعالى في جنات النحيم فالشخص إذا أحب شخصا آخر لا لغرض طمع ولا لغرض مفع دنيوية وإنما حبا لهذا الشخص لأنه هذا الشخص متقي وشخص طيب وصادق يعاشره فيكون قد تحب في الله نعود إلى السبرة عزيزي الطالبين نأخذ الشخص الآخر الشخص الخامس وهو المؤمن العفيف وهو الرجل الذي دعتهم رأى ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين فهذا الرجل قد تغلب على مغريات الدنيا وشهواتها ومعصية الله فمنعته نفسه المؤمنة من أن يقع في المعصية فيتغلب خوفا خوف الله على شهوته إذا راودتهم رأى تملك كل وسائل الإغراء كالمال والجمال والمصر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وخير مثال طبعا على عفة الرجل هو نبينا يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام النقطة هذه المؤمن العفيه أولادي أنه لا تغريه امرأة ذات مال أو جمال أو نسب بعض الناس وبعض الشباب لا يهمه سمعة هذه المرأة وإنما يهمه مالها أو يهمه جمالها فقد شف هذه المرأة جميلة فانكبئ لها أو دعته امرأة إلى ارتكاب الفاحشة فنلاحظ بعض الناس يقومون بهذه الفعل الفاحشة وبعضهم يمتنع خوفا من الله وأفضل مثال لذلك امتناء الرجل عن ارتكاب الفاحشة هو نبينا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ورسوله يؤكد صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن ولا يشرب شارب الخمر وهو مؤمن ولا يزن الزاني رغم أنه ذكرت بدون تسلسل ولا يزن الزاني حينما يرتكب الزنا وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإذن العفة والابتعاد عن الفاحشة من صفات المؤمن الصادق فالإنسان عليه أن لا يرتكب الفاحشة وفيغضب الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان هناك مغريات لهذا الشخص كانت تكون المرأة جميلة أو تكون المرأة ذات نسب وحسب أو تكون المرأة ذات مال فإذن هذه النقطة الأخرى أعزائي طلبة النقطة التي ذكرناها الخامسة النقطة السالسة المؤمن المتصدق وهو الرجل الذي يتصدق وينفق ما له في سبيل الله دون منه ومراءات وتفاخر فيتصدق في خفاء تام بدافع الأطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين من الناس ليفرح أو ليفرج عن كرباتهم واحتياجاتهم إذن المؤمن المتصدق بماله المؤمن المتصدق بماله يهدف إلى رضا الله سبحانه وتعالى يساعد الفقراء يساعد المحتاجين هذا يكون من الذين يرعاهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في رعايته نعود إلى الصبور لنأخذ مثال آخر أعزائي طلبة طبعا هذا المؤمن المتصدق عليه هذا المؤمن المتصدق بحيث حينما ينفق ماله في مساعدة الفقراء لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ولو نلاحظ معظم الناس حينما يتفخر أو رئاء أمام الناس ينفق أمام الناس الأموال في مساعدة الفقراء حتى يقال عنه أنه كريم هذا لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه نفقته وإنما عليه أن ينفق من أجل رضا الله وليس من أجل الدنيا حتى يقال عنه أنه كريم الشخص الذي ينفق ماله رئاء الناس لا يحصل أجر عليه ولا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا الانفق وإنما المؤمن الصحيح أن ينفق سرا حتى لا تعلم شماله شماله ما أنفقت يمينه الرجل السابع أو الشخص السابع اللي ذكرنا المؤمن الخاشع لذكر الله وهو الرجل الذي ذكر الله تعالى بقلبه ولسانه مؤمنا بعظمة الله وشدة أذابه وسعة رحمته فانهمرت دموعه من خشية الله من التخصير في طاعته وشوقا إلى رضا الله وجنته المؤمن الخاشع أعزاء الطلبة بعض الناس حينما يقرأ القرآن حينما يمر بآية فيها عذاب أو فيها رحمة نلاحظ شخص دموعه تذرف عيونه تذرف بالدموع فيبكي خشية الله سبحانه وتعالى وحبا بالله يطيع الله سبحانه وتعالى وهو خاشع القلب حينما يذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر نعم الله وحينما يقرأ القرآن نلاحظه يخشع ويبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى ورغبة في رضا الله سبحانه وتعالى هؤلاء السبع أعزاء الطلبة خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظل الله يظلهم الله في ظله يعني يحميهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في حمايته من أهوال يوم القيامة فهؤلاء السبعة اللي ذكرناهم عددناهم وهو الحاكم أو الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله والمؤمن المعلق قلبه بالمساجد والرجلان المتحبان في الله والمؤمن العفيف والمؤمن المتصدق والمؤمن الخاشئ لذكر الله هؤلاء السبعة هم ذكرهم الحديث في هذا النص ذكروا في هذا الحديث في هذا النص هم الذين يظلهم الله في ظله نأخذ أهم ما يرشد إليه الحديث يعني ماذا استفدنا أو نستفيد من هذا الحديث أولا على كل إنسان طبعا هذا أهم ما يشهد إليه النص يأتي في الابتحان وزاري أهم ما يرشد إليه النص القرآني أو الحديث النبوي الأهم ما يرشد إليه النص نقول على كل إنسان أن يلتزم بالعدل بين الناس وخاصة الحاكم والمسؤول ففي العدل كل الخير وفيه الطمأنينة والسعادة هذه النقطة بعدها النقطة الثانية الخوف من الله تعالى دليل على الإيمان ومخافة الله من الوقوع في المحرمات يعني الإنسان علي أن يخاف من الله من حينما يخاف من الله هذا يدل على إيمانه بالله النقطة الثالثة الصلاة تؤدي بالفرد إلى الصلاة والمحبة وفعل الخيرات وعدم التطرف وإعمار المساجد بالمصالين يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذكر الأكبر النقطة الرابعة يجب اختيار الأصدقاء الصالحين والابتعاد عن أصدقاء السوء وخير صديق هو من ينصحك لما يرضي الله ويحبك في الله بعيدا عن المصالح والمنافع الدنيوية نقطة الخامسة التمسك بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن العواقب الوخيمة الضارة بالفرد والمجتمع نقطة الساسة الإخلاص لله تعالى في السر والعلن ومساعدة الفقراء والمحتاجين والابتعاد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى أعزائي الطلبة هذه المناقشة موجودة أعيدكم في الكتاب الأسئلة لضيق الوقت لا نستطيع أن نشرحها أعزائي الطلبة أحب أن أنوه أن هذه الدروس هذه الدروس لمن فاته أن يشاهدها هذه الدروس سوف تعاد ساعة العاشرة مساء هذا اليوم ساعة العاشرة مساء هذا اليوم لمن فاته الدروس ولا يسعني في ختام هذه الدروس التي أديتها لطلبتي من الأمس واليوم إلى أن أتقدم بالشكر الجزيل للمخرج القدير والأخوة المصورين أمامي ولمهندس الصوت ولجميع العاملين معي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على عملهم هذا وأخيرا أتمنى لكم أولاد الطلبة النجاح والموفقية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة